مبارك كان فيه توجيه مهم جدا من سيادة رئيس عدل الفتاح سيسي للحكومة وللوزراء المعنيين بالرد على كل الاستفسارات اللي جات لهم حول وضع حلول للأزمة الاقتصادية وكيف يصير الاقتصاد خلال الفترة القادمة والأسئلة دي طبعا اللي جات للحوار الوطني في شقه الاقتصادي في عدد كبير من الناس شاركت في هذه الأسئلة ووضعوا مقترحات وحلول يمكن لتسعين في المية من المشكلات الموجودة وزي نقدر نتجاوزها خلينا نتفقيني أن مسلس الاقتصاد بيقوم على ثلاث أركان أساسية الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ثلاثة هيكونوا موجودين النهاردة في هذا المؤتمر الخبراء والمختصين وكل الخبراء في المجال الاقتصادي مستثمرين محليين رجال أعمال كل دول هيكونوا مجتمعين النهاردة بالإضافة إلى أراء الشباب وأراء الناس اللي شاركت بأراءها قد يكونوا غير مختصين بالمناسبة لكن عندهم أفكار هذه الأفكار مش بالضرورة أن هي يكون فيه إمكانية لتنفيذها لكن ممكن تكون الفكرة يبنى عليها الفكرة يعاد بلورتها من جديد عشان نحط فكرة لحل أو نحط أساس لحل مشكلة من المشاكل توطين الصناعة هو الهدف أو من أهم الأهداف لهذا المؤتمر نحن نوطن الصناعة ونزود نسبة المكون المحلي في الصناعات اللي بتتم هنا على الأرض مصر عشان كده هيكون فيه اهتمام كبير جدا بالقطاع الصناعي وبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ترجمة نانسي قنقر